الذكرى التاسعة والعشرون للوحدة تحل على اليمانيين وهم يقفون على عتبات الانهيار لكنهم أيضا يدركون أن هذه المحنة الصعبة قد تكون المقدمة نحو إعادة الاعتبار للدولة ولمشروع الوحدة إزالة المسببات هي أول ما ينبغي أن يكون لإعادة الثقة إزالة المسببات ما وصلت إليه اليوم وهذا الامتعاض الموجود سواء كان في الشمال أو في الجنوب لا يزيد علينا أبناء الجنوب ولا يزيد أبناء الشمال على الجنوبيين الوحدة راسخة وأصبحت أمر واقع وما يحدث اليوم هي عبارة عن محاولات للتشويه هذا المفهوم العظيم هناك أسباب كثيرة قامت من أجل ثورة 2011 هي جاءت من أجل إعادة الاعتبار للوحدة اليمنية لكن هؤلاء أيضا مخرجات الحوار الوطني وما خرج إليه المتحور اليمنيون هو الذي ينبغي أن يتم وهذا هو ما يعيد الثقة للوحدة اليمنية يدرك اليمنيون تماما أن المشكلة لم تكن في الوحدة التي ظلت هدفا لنضالات اليمنيين لعقود طويلة بل كانت في النظام السياسي الذي جثم على صدورهم عقودا ثلاثة وقوض من ضمن ما قوض الوحدة ومقومات الدولة اليمنية عادة الثقة للوحدة الوطنية من خلال نشر العدل والمساواة وكذلك من خلال التنمية والتطور اليوم الشعب اليمني يعاني من مآسي ومن أزمات لكن إذا وجدت العدل ووجدت المساواة ووجدت التنمية ووجدت هذه الأمور الناس ستعيد الثقة يرى الكثير من اليمنيين أنه لا بد من وقفة لمراجعة شاملة يعرفون من خلالها أخطاء الماضي وصوابية المستقبل وفي هذا الإطار يرى الكثير منهم أن مخرجات الحوار الوطني تمثل بداية الطريق نحو دولة يمنية واحدة محكومة بصياغ العدل والمشاركة في السلطة والثروة إعادة النظر في بناء دولة الوحدة بما يضمن حقوق الإنسان أولا وبما يضمن شراكة واسعة في السلطة توزيع عادل للثروة كذلك يمكن أن نضمن بقاء دولة الوحدة بشكل قديد آخر ومختلف مخرجات الحوار الوطني الذي أجمع عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني هي بالنسبة لليمنيين تعد المخرج الوحيد للدولة التي تنشد العدالة وتنشد الحرية وتنشد المساواة لكن الوصول إلى الدولة المكفولة في مخرجات الحوار لا يمكن أن يتأتى إلا من بوابة الانتصار على الانقلاب والتحرور من هيمنة ووصاية الإقليم يتهدد الوحدة اليمني التدخلات الخارجية التي تعمل على زعزعات الأمن والاستقرار في البلد التي أيضا تدعم ميليشيا في الشمال وميليشيا في الجنوب رأينا دورا سلبيا للمشروع الإيراني في دعم الميليشيا الإقلابية ورأينا أيضا هناك أدوار مشبوهة لبعض الدول الإقليمية التي تدعم جماعات مسلحة خارج إطار الشرعية في المحافظات الجنوبية دعنا نقولها صراحة ممثلة بالأحزمة الأمنية ما بين حلم الأمس وعقبات اليوم لا بد من عبور يمكن جميع اليمنيين من القول الآن أصبح لدينا وطن